على محبة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وأخيه قمر العشيرة الثانية التعجيل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان الثالثة بأعلى الأصوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم مخلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين أمام الأمام والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صلوات أتوجه جميعا لزيارة المولى بالفضل العباس عليه السلام قربة إلى الله تعالى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعلى روحك وبدنك أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه المبالغون في نصرة أوليائه الذابنا عن أحبائه فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحدهم ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود فبعتك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا ورفع ذكرك في علين وحشرك مع النبينا والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا أولئك رفيقا أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين فإنه أرحم الراحمين السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاماه وأقدمهم إيماناه وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي لأخيه فلعن الله أمة قتلاتك ولعن الله أمة ظلماتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارين وانتهكت في قتلك حرمة الإسلام فنعم الصابر المجاهد المحام الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل وألحقك الله بدرجة آبائك في دار جنات النعيم اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين وأنت جعل رزقي بهم دارة وعيشي بهم قارة وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة وأدرجني إدراج المكرمين واجعلني مما ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجحا قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب إنك أهل التقوى وأهل المغفرة وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين على محبتك أشوف الكرب عن وجه أخيه الحسين على محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة